اشتركوا في القناة برهان بالو الميدالية الذهبية بعد أن ننهى السباق في المركز الأول بزمن بلغ 13 دقيقة و 17 ثانية و 40 جزءا من الثانية محطما الرقم القياسي للسباق في جميع الدورات السابقة فيما جاء زميله العداء داويد فيكاتو في المركز الثالث ب 13 دقيقة و 25 ثانية و 63 جزءا من الثانية محققا بذلك الميدالية البرونزية ونبقى مع منافسات ألعاب القوى حيث أضاف فريق البحرين لتتابع السيدات بيدالية ذهبية جديدة بعد فوزه في سباق 4 في 400 متر ونجح الفريق الرباعي المكون من مونة سعد وأوليكيمي أديوكا وزينب موسى وسلوعيد من التقدم على فريقي الهند وسريلانكا منهين السباق في زمن وقدره 3 دقائق و 27 ثانية و 65 جزءا من الثانية وبهذه النتائج رفعت مملكة البحرين حصيلتها إلى 15 ميدالية ملونة منها 9 ذهبيات وفضية واحدة و 5 برونزيات لتقترب بذلك من معادلة الرقم المسجل في دورة الألعاب الأسيوية السابقة بجاكرتا يستعد منتخبنا الوطني لخوض المباراة النهائية لمسابقة كرة اليد بدورة الألعاب الأسيوية التاسعة عشر والمقرر إقامتها يوم غد الخميس في تمام الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي للمملكة أمام نظيره المنتخب القطري ويسعى الأحمر لتحقيق إنجاز تاريخي جديد بحصد أول ميدالية ذهبية للبحرين في لعبة جماعية حيث سبق لمنتخبنا الوطني أن حقق الميدالية البرونزية في أسياد إنشون 2014 فيما حقق الميدالية الفضية في الدورة الماضية بجاكرتا حدد الاتحاد البحريني لكرة القدم يوم الاثنين الموافق السادس عشر من شهر أكتوبر الجاري موعدا لإجراء مراسم سحب قرعة كأس جلالة المملكة المعظم حفظه الله ورعاه للموسم الرياضي 2023-2024 ووجه اتحاد الكرة الدعوة إلى الأندية الأعضاء لحضور مراسم سحب القرعة والتي ستقام في فندق الدبلومات هذا ويعتبر نادي الحالة حامل لقب النسخة الأخيرة بعد فوزه في نهائي الموسم الماضي على النادي الأهلي أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة الصالة بقيادة المدرب البرازيلي رافييل قائمة الأحمر لتصفيات كأس آسيا لكرة الصالة 2024 والتي ستقام خلال الفترة من السابع وحتى الحادي عشر من أكتوبر الجاري على صالة مدينة خليفة الرياضية وضمت القائمة أربعة عشر لاعباً وهم سيد فاضل رضي سيد محمد حميد لؤي المحفوظ محمد السندي فلاح عباس جسام عنان صالح سنجار سلمان الملة ميرز النعيمي أحمد عنتر بالإضافة إلى أحمد عبد النبي حسن محمد عمار ميحد وفارس شيرين ومن المقرر أن يلعب منتخبنا الوطني في المجموعة السادسة التي تضم إلى جانبه منتخبات الكويت وتيمور الشرقية وبروناي دار السلام اشتركوا في القناة